هنا العود والعنظار ستكون عن مسيرة الولاء والعرفان في حب عمان 14 نوفمبر الانطلاق لمدة 50 دقيقة من برق الصحوة إلى قصر العلم العامر والتفاصيل جدا شائقة وماتع حول هذا الموضوع بوجود أخونا الكابتن عبدالله بن سيف السريحي رئيس اللقنة الإعلامية بفريق عمان روت رايدرز مرحبا بك سهلا كابتن عبدالله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يعطيكم العافية وأنا حقيقة سعيد جدا بهذا اللقاء وتصلت الضوء على هذه المناسبة الكريمة وهي مسيرة الولاء والأرفان لقايد هذه البلاد المفدأ حضرة صاحب جال سلطان هيثم بن طارق حفظ الله ورعاه وكذلك الشعب الأماني الأبي نعم أهلا وسهلا بك مرة أخرى الكابتن عبدالله طيب سيف يعني أعطانا في المقدمة بعض من تفاصيل هذه المسيرة ومن خلالك نحن حابين نتعرف بشكل أوسع إن شاء الله عن هذه المسيرة إن شاء الله طبعا هذه المسيرة ما وليدت اليوم قبل ثلاث سنوات كانت في مسيرة بمناسبة العيد الوطني السابع والأبعين المجيد طبعا جات هذه الفكرة من شركة المعمري العالمية والذي يمثلها الدكتور الدراج عمر بن هلال المعمري طبعا بالتنسيق مع فريق الذي أنا ننتمي إليه فريق أمان روت رايدرز والمدير والأستاذ علي العجمي طبعا ولكن كل سنة نعمل تحديثات جديدة وتطورات جديدة حول المسيرة لهذا العام طبعا صار فيها طبعا أعداد محصورة بحكم الجائحة كوفيد ناينتين نحن وارتأت الفرق وكذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والثقافة والرياضة وعملوا كفكرة خمسين مشارك أو خمسين دراج بمسافة خمسين كيلو متر خمسين دراج خمسين دراج بخمسين كيلو متر خمسين كيلو متر ممتاز خمسين دقيقة خمسين دقيقة نعم تماشي المالعيد الوطني الخمسين المجيد نعم جميل طيب الآن قد يسأل سأل في هذه اللحظة أن تقام مسيرة نعم بهذا الشكل الأنيق والجميل أيضا أكيد ما هي أبرز الأهداف وتطلعات الترمون لتحقيقها وما الأهمية التي تتأتى أيضا من خلال إقامة مسيرات ربما ومبادرات وحملات في ذات الشأن والجانب والله يا أستاذ الفاضل طبعا هذه المسيرة هدفها الأول طبعا تقديم الولاء والعرفان والطاعة إلى مولاي جلات السلطان هيثب بن طارق المعظم وإلى الشعب العماني الأبي وكذلك تعريف الجمهور عمل الدراج هذا وتطلعات الدراج هذا يعني تتعدى إلى مسألة اللي هي الهواية الهواية بالطبع ما بس هواية وخروج مجموعات في الشوارع العامة فقط لا وإنما مشاركة الوطن في مناسباته وتقديم مختلف الرسائل المطلية والمجتمعية كذلك فريق عمان رود رايدرز فيه إلو مشاركات خيرية ومنها طبعا أيوا هذا الصور طبعا أثناء الخروج رايد في أحد الشوارع السلطنة طبعا كذلك مثل ما خبرتك فيه عندنا أيضا مشاركات خيرية ومنها كفالة يتيم وكذلك التبرع بالدم أثناء ما يطلب منها وأيضا كثير من المشاركات الخيرية داخل البلد كذلك للفريق مشاركات خارجية في دول مجلس التعاون ومشاركات داخلية أثناء الاحتفالات سواء في مارجان مسقط أو في العيد الوطنية أو في أي مناسبة تخص البلد جميل بمعنى أن أي مبادرة تخدم المجتمع والفرد تكونوا حاضرين معهم في هذه المبادرات الخيرية أو الوطنية طيب ذكرنا أن هناك خمسين مشارك أو دراج سيشارك بإبت الله في هذه المسيرة ولكن لمن يرغب في المشاركة هل في مجال أن يسجل معكم في هذه المسيرة ويكون حاضر معكم بإذن الله في هذه المسيرة سؤال جميل طبعا إحنا عملنا ضوابط احترازية حول هذه المشاركة وعملنا شروط تنظيمية وضعناها في رابط ورسلناها للفرق المشاركة وطبعا عددهم 12 فريق في السلطنة طبعا أولها لازم يكون الدراج عنده احتياطات السلامة الآمنة أثناء قيادة الدراجة وكذلك تطبيق إجراءات أو تعليمات المرور المقررة من قبل الشرطة وضع اللوحة في مقدمة الدراجة من الأساسيات كذلك وضع اللوحة الثانية في مؤخرة الدراجة مع مراعاة لبس خوذة الواقية التي هي خوذة السلامة وهذه من الضروريات أيضا مع اللبس الخاص للدراج حتى لا سمح الله لو صار في شيء في الطريق مفاقع وصار سقوطة سمح الله دوقي هذه اللبسة أو هذه الخوذة من الصدمات ضروري نخليها جنبنا هذا ضروري جدا نحن نخبر المشاهدين والمشاهدات بأهمية وضرورة ارتداء هذه الخوذة عند ركوب الدراجة لأن البعض قد يتهاون يتساهم في هذه المسألة جميل أن نعرق إلى ضرورة فعلا أن الواحد يتعرف على تدابير وسبل أيضا الوقاية من أي خطر مفاجئ قد يصادف بالطريق بالفعل طبعا نحن من الضروريات معانا كذلك من الشروط لانتسابنا لفريقنا دازم الدراج يلتزم بجميع الشروط المقررة اللي هي تخوله بأنه يكون عضو فعال في فريقنا الخوذة مثل ما ذكرتك اللبسة واحترام أيضا قوانين المرور وهي أساسي أساسي احنا كلنا مرتدي الطريق سواء الدراج سواء في السيارة أو سواء في أي آلية مرخصة لاستخدام في الطريق العامة كذلك أيضا احنا عملنا هذه الاحترازات لأجل الجائحة اللي الآن موجودة كوفيد ناينتين لأجل أولا السيطرة على المجموعة لما بتكون خمسين تقدر سيطر عليهم لما بيكون مئتين وثلاثة ما تقدر سيطر عليهم وكثير من الهوافة جميع الفرق في هذه المناسبة أو في هذا الحفل الكبير ما يريدون أنهم يكونوا بعيد يريدون شاركوا لأن هذه مناسبة وطنية وعشان كذا أنا بسألك سؤال جدا مهم في هذه النقطة تحديدا الكثير من اللي هو خاطرهم فعلا يشاركوا في هذه المبادرة أو غيرهم المبادرات أو ربما حتى المبادرات أخرى ستوقع وستنشى وراح نشوفها أيضا في مواقع شبكات الواصل الاجتماعي لكن سأتحدث وأركز تحديدا على نقطة العملية التنظيمية بعيدا على العشوائية أكيد أنكم تنسيق مسبق مع الجهات ذات العلاقة كشركة طمانة سلطانية وأشياء أخرى جميل أن نعرك على هذه النقطة تحديدا نعم هو التنسيق طبعا صار من قبل شركة بجوعة المعمري العالمية ويمثلها مثل ما خبرتك الدكتور والدراج أيضا نفس الشيء الدكتور عنده دراجة ودراجة وكان قائد المسيرة السابقة في ألفين وصباطعش وهو اللي طبعا بادر بهالشي وهو اللي بادر بهالفكرة مع التنسيق مع فريق عمار ودريد لأن الفريق مسجل وقبل وزارة التقافة ورياضة والشباب طبعا إحنا فريقنا تابع للباطنة شمال ويقبع تحت إدارة نادي صحام وفي مقر لنا أيضا في النادي وفي مكان أيضا جزاهم الله خير حددوا حلنا طبعا أشكرهم وأنا في هذا المكان لأجل التدريب لأجل صقل المواهب لأجل تعريف الشباب اللي هم ما عندهم فكرة عن الدراجة واللي يقود الدراجات في الشارع بغير صفة قانونية وباستحتار إن صح القول يعني في هالكلمة وأنا آسف عليها نجيبهم معانا نفهمهم نعلمهم من الصفر حتى من بداية ارتداء الخوضة وفحص الدراجة ومن ثم يصعد على الدراجة ويعرف اللي هي الأشياء اللي تعمل بليد والأشياء اللي تعمل بالرقي الأساس ما تكون عنده هناك أي مشكلة وهو يسوق هاي الدراجة أو يقود هاي الدراجة نعم بالنسبة للمشاركة أستاذ عيد بالنسبة للمشاركة الآن احنا بعد ما عملنا هذه الضوابط ورسلناها عن طريق طبعا ملفات لجميع الفرق 12 فريق موجودة في السلطنة بادروا بالمشاركة وخبرناهم عن العدد المطلوب طبعا رشحونا أعداد معينة من كل فريق بالاسم وبنوع الدراجة وبيانات كاملة خذيناها احنا وطبعا فهمنا الفرق هذه احنا ودنا بما أن فريق عمان ودرايدرز هو قائد هذه المسيرة فهمناهم على أساس احنا نريد الجميع يشارك معنا في هذه المناسبة وما نريد الزعل أو المحابة أو يقولوا الفريق هذا يعني انحازم أحد وخذ حد ثاني لا والله احنا نريد الجميع يشارك عددهم 4000 استادي وزيادة في السلطنة أيوة ويريد كلهم يشاركوا في هذه المناسبة لأن هذه المناسبة غالية مثل ما ذكرت لك والآن يعني السؤال الآن اللي سألتك كيف الواحد يشارك نعم خبرتك أعلمتك بالضوابط اللي صارت وأنا آسفة هالكلمة الآن خلاص انتهى اللي هو اختيار الأسماء اللي يقولوا واحد والله أنا أبا شارك خلاص احنا وضعنا الآن لمسات الأخيرة قفلتوا التسجيل خلاص قفلنا التسجيل ما فيه ممكان أبدا إلا الفريق إذا كان رشح ثلاثة أو أربعة وبغى يستبدل واحد ممكن بس يزيد واحد لا 50 دقيقة 50 مشارك 50 كيلومتر طبعا خط السير بيكون من برج الصحوة معلم بارد في مصقر برج الصحوة الساعة الثامنة صباحا يوم 14 نوفمبر طبعا بيكون هناك نقطة سيطرة للدخول إلى مكان التجمع يمكن يجي الشخص وما موجود بياناته ولا موجودة بيانات دراكته يريد يدش طبعا ما ممكن يدش نخبر الشباب لا يجوا ويتصير برع فوضة وتصير برع عندنا مشكلة شوية في التنظيم ونحط بعدنا زيادة على شرطة عمال السلطاني يجزهم الله خير قائمين بهذا الدور الكبير نحن نريد نساعدهم في هذا الشيء على أساس تكون مسيرة ناجحة على أكمل وقت أي واحد يجي بيدش أول شيء يبرز بطاقة الشخصية قاعد بيانات ما موجودة يتفضل بالدخول كذلك احنا عملنا أيضا احترازات وقائية لهذا الموضوع وتواجد كادر طبي متكامل للفحص أي واحد من المشاركين يفحص قبل لا يصعد للدراجة وقبل لا يصف في المسيرة إذا كان عنده حرارة إذا عنده زكام إذا عنده كحة إذا عنده مختلف لأعراض المتعرف عليها نشكر أيضا الكادر الطبي اللي هو فروح لنا مستشفى كيمز جميل الطبي نعم جزاهم الله خير وبركة الله فيه وها الدعم الكبير اللي هم دعمون إياه جميل يعني ما شاء الله مسيرة منظمة راح تكون بتاريخ 14 نوبمبر مثل ما ذكرت الكابتن عبد الله هنا سؤالي أيضا بعد هذه المسيرة هل هناك بعض الأنشطة راح تعملوها بإذن الله إن شاء الله تعالى احنا ما تقتصر بس مشاركاتنا بس في هذه المسيرة وإنما في كل شيء ما يخص رفع من شان هذا البلد وكذلك رفع سمعة هذا الفريق والفرق الموجودة في السلطنة وكذلك انطباع الجمهور عن هذا الدراج بأنه متواقد في جميع المحافل الموجودة بالسلطنة إذن كلا بطريقته الخاصة يعبر عن مشاعر ولا والانتماء لهذا الوطن بما أوتي من مهارات ومن قدرات ومن انكاملات ومن مواحب شكرا إذن للكابتن عبد الله بن سيف السريحي رئيس اللقنة الإعلامية بفريق عمان روت الرايدرز وإحنا بانتظار أكيد هذه المسيرة وابتابعتها في مختلف مواقع جبكات التواصل الاجتماعي وعلى حزاب الشخص أيضا للفريق شكرا إذن كابتن عبد الله بن سيف السريحي أولا كلمة شكر لكم أنتم كإذاعة تلفزيون في سلطنة عمان وبرنامجه في الصباح لك أنت الأخ سيف الفوري بارك الله فيك حورة الفرسية حورة الفرسية شكرا جزيلا كذلك أقدم التحية والشكر الجزيل لشرطة عمان السلطانية بارك الله فيهم ونشكرهم على هذا التنظيم الجميل وعلى هذه الموافقات وتسهيل جميع الصعاب كذلك وزارة الشباب والثقافة والرياضة وكذلك بلدية مسقط وكذلك جميع الشركات أهم شيء منك ما تنسحها جميع الشركات الرائعي لهذه المناسبة وسمح لي أني أنا أطريهم الشركات لو تكرمت بس على السري أول شيء شركة المعمرة العالمية وشركة السرين الرائعي الماسي لهذه المناسبة حقيقة كذلك في شركات أدنا أخرى لازم نطريهم لهم جميعا كل التحية والتقدير نقدم الشكر للجميع إذا ما تنساحد يعني في لهم كل التحية إذا ما ترين حد وذكرناه بالإسم طبعا نحن وبعد نطالب بجميع الشركات وأصحاب الأياد البيضة أن يقدمنا المساعدات والدعم لنقاح حاله المسيرة الغالية شكرا لك الكابتن شكرا لك الكابتن ما شاء الله شكر وتحية أيضا للجميع أنا مقدر قدم ومتفهم أيضا أن فعلا هذه الثناءات وهذه الشهرات يجب أن تصل أيضا لكونهم من الدائمين أيضا لكم إن شاء الله تعالى السابق شكرا لك بارك الله تيك شكرا جزيلا وإلى اللقاء والسلام عليكم إذن مشاهدين نتواصل معكم فاصل ونلعودة كونوا معنا